السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا من سبقت رحمته وضبه يا حليماً على من عصاه يا قريباً ممن دعاه ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك تبنا إليك عدنا إليك أنبنا إليك اللهم فكما أريتنا عجائب قدرتك فأرنا عجائب رحمتك وكما أريتنا قوتك في ملكك فأرنا حلمك في عبادك يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين والرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح ارحمنا واغفر لنا واهدنا وارزقنا واحفظنا وانصرنا يا الله اليوم توقعاتنا اليوم الخميس عشرين نيسان إبريل طبعا اليوم في عنا فوضى فوضى كبيرة أول إشي عنا القمر رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور برضو اليوم في عنا كسوف كسوف الشمس وعنا ذروة زاوية التربيع الخطرة اللي هي أساسا زاويتين تربيع اليوم رح يتشكله الأولى رح تكون اللي بنذكرها من أيام اللي هي زاوية التربيع القائمة حاليا وأيضا في زاوية اللي برضو اليوم رح تتشكل ما بين القمر وبلوتو يعني الشمس وبلوتو متشكلة واليوم القمر وبلوتو برضو بديشكل زاوية التربيع يعني هاي أنا بعتبرها حدي جدا يعني هذا اليوم رح يكون حد جدا فعشان هيك بدنا نركز فيه مضبوط اليوم زي ما حكينا القمر الآن موجود في برج الحمل في ساعات الصباح بدون ينتقل لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة البطين موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأربعة منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 11 دقيقتين من مساء اليوم الأربعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وأخفاء الأمور رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 38 دقيقة من مساء اليوم الخميس بعدها بتوقيت جرينيتش طبعا بده ينتقل القمر لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن موجود في برج الحمل لغاية ساعة الصباح فعشان هيك بظل عندنا من نهون لغاية ساعة الصباح إنما نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميماً أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر طبعاً وهذا رح يكون يفضل في ساعات المساء يعني مساء يوم الخميس أفضل وقت لهذا الأمر أو اجتماع أو حفلة أو لقاء بالنسبة للزوايا طبعاً في عنا زاويتين إيجابيات ذكرناهم يوم أمس بدأوا بتأثيراتهم اللي هم زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين المريخ وهذه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 أربعة طبعاً حكينا أنه ذروتها يوم 24 أربعة وعادة عند حصول هذا الاتصال بسود شعور عام بالويام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضو بعزز العلاقات مع أحبائنا وبشجعنا على القيام بمبادرة ما وبزيد من نشاطنا الجسدي والفكري برضو بمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال وبدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هذه الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان آخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال وقطاع الصحة في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بميادين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل طبعا هاي برضو نفس الشيء تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة خمسة ذروتها يوم خمسة وعشرين أربعة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية ممكن أن نحقق نجاح في العمل والعلاقات بتصير جيدة أكثر وخصوصا مع الآباء وبتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك صناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في أمور إلها علاقة بالبورصة والقيام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران القمر مع الشمس ولكن هذه المرة هذا الاقتران يدل أو يرافق كسوف للشمس اللي هو نزلت حلقة موجودة على القناة فيها تفصيل كامل فما رح أرجع أعيد كل اللي احنا حكيناه في الحلقة هذه عشان هيك رح يأثر على موليد آخر ثلاث أيام من برج الحمل وأول ثلاث أيام من برج الثور لأنه هو بالأساس رح يكون في آخر درجات من برج الحمل والكسوف وبعدين بصير خلو المسار في فترة الكسوف وبنتقل للثور وبرضو الكسوف موجود فعشان هيك التأثيرات رح يكون ما بين برجين يعني بدايته بالحمل ونهايته بالثور بنشعر بضغط كبير بنال من قوة شخصيتنا طبعا أول شيء يبدل ما ندخل على هذا الموضوع انتبهوا من الآن موعد بث الحلقة عن الخلل اللي رح يصير في المناخ لأنه عادة أنا بذكر لما يصير كسوف أو خسوف دائما المناخ بتأثر الجو والطبيعة كلها بتتغير فعشان هيك احذروا اللي عندهم تحسس ربيع أو عندهم أمور العلاقة بالأزم الرئوية أو الحساسية أو الأمور هاي بدهم ينتبهوا بشكل كبير خلال هذا اليوم في بعض المناطق بصير فيها أمطار وتقلب وممكن تصلى الأعاصير حتى وأمور أخرى حكيناها من الزوايا اللي مع بلوتو فما بدي أرجع أخوف الناس في ذكرها طبعا اليوم مع فترة الكسوف نشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا نفقد السيطرة على عواطفنا عند وقوع الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن أي التزام والامتناع عن أي شيء لعلاقة بشراء حاجيات ثمينة كما منصبح أكثر عرضة للمرض عشان هيك علينا تجنب إجراء عمليات جراحية والحذر أكثر من الأدوية والأدوات الحادة والكحوليات والمسكنات والمهدئات فترة الكسوف غير مناسبة للمنافسات اللي بتتعلق بالرياضة والتحديات بيبدأ التأثير على الجميع طبعا هو بدأ من يوم ثمنتعش أربعة وبزول تأثير هذا الكسوف يوم اثنان وعشرين أربعة ذروة الكسوف اللي هي من ساعات ما بعد منتصف الليل يعني من منتصف الليل بتوقيت جرينيتش لغاية ساعات الظهر تحديدا هاي الذروة بعديها بيبدأ يخف تدريجيا الآن مش بقولكوا إنه احنا عارفين إنه احنا جايين على عيد والناس بعلها مستلزمات وبدأ تشتري أجلوا هذا الموضوع لبعد المغرب يعني الأمور اللي ضرورية جدا اللي بتكونوا تعملوها خلوها بعد المغرب فترة النهار حاولوا قدر الإمكان إنه ما تعملوا أي شيء ضروري اعملوا بشكل روتيني برضو خلال فترة هاي الأيام اللي هو لغاية اثنين وعشرين أربعة بالدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية وفيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها طبعا اللي بدي يسمع الحلقة وتأثيرها على جميع الأبراج حتى عطارد وتأثيره على جميع الأبراج في فترة التراجع لأنه يوم الغد بدي يبدأ بالتراجع الحلقة موجودة ياريت تركزوا فيها بشكل جيد بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ في تمام الساعة أربعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور هذا بيعني أنه الفترة المذكورة خلاف أنه كسوف في خلو المسار فهي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا هذا الوقت بالنسبة لبعض الأشخاص بقول لك هذا الصبح احنا شو بأثر علينا لا أنا بتكلم عن الأشخاص اللي عايشين بالجزء الآخر من العالم اللي بيكون عندهم نهار أو بيكون مساء أو بيكون صباح حتى فعشان هيك تنبيه للجميع بهذا الوقت ربع ساعة يعني مع كسوف مش سهلة الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا قل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء عقار ما قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا بعد الانتقال مباشرة بصير في عنا زاوية تربيع سلبية اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين بلوتو ذروتها رح تكون الساعة خمسة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من منتصف الليل شوفوا ضغط الكسوف والزاوية مع بعض رح يجي ورح تستمر تأثيراتها من منتصف الليل هاي اللي هي الأربعة على الخميس ولغاية ساعات العصر تقريبا فهاي زاوية بتدفع بعض الأشخاص للتصل ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة توجه اهتمامنا بصير للأمور الخفية والأمور الغامضة وبرضو بتقوي شهوانيتنا أو الشهوة عنا بشكل سلبي بتدل على استياف الرأي العام من تدهور أوضاع تتعلق بالمرأة أو التلوث البيئي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتجات الغذائية أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعديها مباشرة وبرضو الحلقة نزلت أعتقد على القناة اللي هي انتقال الشمس من برج الثور لبرج الجوزة من برج الحمل عفواً لبرج الثور فعشان هيك منقول كل عام لجميع موليد برج الثور وإن شاء الله أنه بيبدأ الضغط يخف عليكم تدريجياً طبعاً الانتقال رح يكون اليوم اليوم الساعة ثمانية وثلاث عشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش رح يستقر القمر خلص في برج الثور بعدها رح يظل موجود لغاية صباح اللي هو يوم الأحد الساعة سبعة وتسع دقائق صباحاً من يوم واحد وعشرين خمسة يعني الفترة هاي كلها رح يكون الشمس موجود في برج الثور اسمعوا الحلقة لأنه برضو بحكي تأثير موجود الشمس على جميع الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تيجي تقريباً في ساعات الظهر هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 12 و30 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بتدل على حسن المزاج عند فئة من الشعب خصوصاً اللي بيشتغلوا بالقطاع الفلاحي أو المناجم أو المحاجر أو حتى الشيوخ بالخصوص وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي والمناجم واستقرار في البورصة أيضاً طبعاً هذا التأثير بما أنه 12.5 معناته تأثيراته من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا زاوية التربيع السلبية اللي ذروتها اللي هي ما بين الشمس وما بين بلوتو اللي صار لنا من يوم 13.4 وإحنا منذكرها كل يوم طبعاً هاي الزاوية تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28.4 اليوم ذروتها ساعة 24.26 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج للأسف الشديد أنه كل اللي نذكر في هاي الزاوية في الأيام الماضية أول ما ذكرتها كل الأحداث صارت يعني ولا شيء من اللي أنا ذكرته ما صارش فيها خلينا نأخذها بالتفصيل أول إيش بثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن ثارت أعمال العنق وإلها مأصار فيها إلها النيران ومعادن ودبابات وأمور إلى ما لا نهاية وأيضاً بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وهذا الإشي إحنا شفناه الله يعين أهلنا بالسودان وفي دول أخرى أيضاً وبرضو فرض السيطرة صارت عند الناس الناس نفسهم صاروا حتى بالنقاش بدهم يفرضوا سيطرتهم إنهم للصح والدنيا كلها غلط ابتضى عقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية كثير من الأشخاص اللي راسلوني صارت مشاكل وناس تآمرت وكون فضحوا ونكشف أسرارهم وتآمروا عليهم وخيانات وإلى ما لنهاية بتضر الشهوة السلبية اللي بتضر بالصحة طبعاً إحنا هذا الإشي أنا الإشي الوحيد اللي يعني أكيد إنه ما حدا رح يجي يقول لي والله أنا صار معي وبرضو الضرر الصحي والأمراض الخطيرة والأمور اللي بتأخذ وقت للتشافي أنا كطبيب آه الفترة هاي كثير حالات يعني تفاقمة والوسواس والشك والأمور هاي برضو كثير أما دولياً فبدل على وجود مؤامرات ضد حكومة سواء داخلية أو خارجية وهذا ما يحدث بالسودان تحديداً يعني هو دول أخرى برضو فيها هذا الإشي ولكن السودان تحديداً كان واضح الأمر عليها وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار برضو نفس الإشي هناك احتمال أنا نفس الحكي اللي بذكره كل يوم نفسه قاعد بذكره هو وهو هناك احتمال لوقوع حوادث كالحرائق وصارت الحوادث بالحرائق بدبي صارت وبالصين هاي هالغابات مولعة وهي البركان اللي في كولومبيا بده أطلق دخانه وأجله كثير من الناس بالآلاف أجلهم خوفاً من انفجاره الظواهر الطبيعية شفنا زلازل سبع درجات في اندونيسيا في كثير من المناطق زلازل بشكل كبير وهي بلشوا يحذروا من زلزال كبير قادم طبعاً أنا ما بأخذ بهذا الكلام أنا بأخذ بفلك يعني بأخذ بحسابه أما ورقياً ومش عارف إيش وترويج وتهويل هذا أنا ما بأخذ فيه والبراكين هاي ذكرنا البراكين وأمور التعريه برضو صارت إيش ظل؟ يعني فيه شخص يلي ينتظل لك شغله وبتطلع ترند أنا الوحيد على الكرة الأرضية ما بطلع ترند لأنه الحمد لله في مليار واحد يعني فيه مئة ألف واحد بحبني لا هم المئة ألف مش كلهم بحبوني يعني المشتركين على القناة يعني احنا بنقول ألف ألفين بحبوني خليني أزيد العدد يعني والله أعلم شو في قلوبهم ولكن نسبة عالية من الناس أساساً لو اسمي بده ينذكر يعني لو بدفعي فلوس عشان يشطبه بشطبه فأنا بطلع شترند عشان هي قلت له تطمن في التعليق على تعليقه أنه قلت له أنت تطمن أنا الوحيد على الكرة الأرضية بصير شترند وهذا الحكي اللي أنا حكيته الآن مش عشان أصير ترند ولا أنه عشان توقعاتي صابت خدوا بالأشياء علمياً أنه شو السبب وليش صار وأنا بشرحها علمياً الزوايا بذكرها علمياً ما لا شفت بالفنجان ولا بالتاروت ولا نمت وحلمت ولا نزل علي ملاك ولا كل الخزعبلات هاي احنا بنحكي بعقل ومنطق وعلم فقط لا غير غيره هذا إشي بنحطه على الجنب بعدين منقوض فيه طبعاً الأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء عندنا العنق والحنجرة والحفال الصوتي والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم لا أنصح بإجراء العمليات الجراحية وخصوصاً من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات الظهر لأنه فترة كسوف حكينا وهذه لا يصلح فيها العمليات الجراحية مهما كانت إلا إذا كانت الطرارية يعني وما فيش مجال حياء أو موت يعني تنعمل هذا اليوم يعني لا يصلح لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة وخصوصاً يعني هذا الذروي لو تأجلوها لا يوم الجمعة بيكون أفضل ولكن اليوم ما بنصح فيه حتى لا إزالة الشعر ما بنصح فيها القص العادي قص الشعر العادي أو الحلاقة إحنا منسميها الحنة من ساعات ما بعد المغرب مغرب يوم الخميس ما في أي مشكلة يعني عادي تنعمل ولكن قص علاجي لسه يوم الأحد بيبدأ فترة القص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور أو رح يستقر في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 22-4 بيبدأ في تمام الساعة 3.41 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و 10 دقائق صباحاً بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره 29 يوم في تمام الساعة 2.38 دقيقة فجراً بصير عمره 30 يوم نسبة الإضاءة بتصير 1% الساعة 12 منتصف ليل الخميس على الجمعة بصير 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل وبدها تنتقل للثور ورح تضل في الثور لغاية يوم 21 5 سعيدة بنسبة 20% الآن في ساعة منتصف الليل اللي هي الخميس الأربعة على الخميس بصير منتحس بنسبة 20% ساعة بظل طيلة اليوم الشمس بظل منتحسة لغاية ساعات المساء في ساعات المساء مع زاوية التربيع وذروتها بترتفع نسبة النحوسة لـ 30% القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم 22 4 سعيدة الآن بنسبة 60% اللي هو موعد بث الحلقة ساعات المساء اللي هي المساء منتصف الليل الأربعة على الخميس بصير منتحس بنسبة 20% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 30% ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 50% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الثور حتى يوم 21 4 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 5 منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21 5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة من الآن ولغاية ساعات الصباح بعمكم النشاط بإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور بتنجحوا بالدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم بتغييرات معينة بالشكل أو باللباس بالهندام ولكن زي ما حكينا فترة الشوية العصبية بتكون حادة عندك بصير تقلب بالمزاج دير بالك من التوتر تقلب حتى على المستوى النفسي ما بين مشاعر وعواطف وأمور أخرى في ساعات الصباح بصير الجو أحسن يعني على المستوى المالي ولكن بدك تحذر أنه اليوم صحيح بيجيب لك بعض المكاسب المالية ولكن برضو مع الكسوف بأثر على خسارات مالية مصاريف زيادة سرقة أموال ضياء أموال فقدان حاجيات يعني اللي جاءي رايح فعشان هيك بدك تنتبه من المصاريف وتنتبه على أموالك قدر الإمكان برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وأيضا الكسوف رح يأثر بشكل كبير عن نفسية على التقلب المزاج الخمول الكسل والاكتئاب الضيق التوتر العصبية ردات الفعل كل هذا بدك تنتبه منه من ساعات الصباح القمر رح ينتقل بصير موجود عندك شوية الأمور من المفروض أنها تتحسن ولكن من آثار الكسوف بتكون مش مركز بشكل جيد هذا الأمر رح يستمر معك لغاية ساعات العصر يعني لا تشعر أنه الفترة بلشت تتحسن بشكل جيد بصير فيه نشاط أكثر بصير فيه حركة أكثر بإمكانكم تبدروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي ولكن تأثيرات الكسوف بتظل موجودة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بلش الضغط يزيد على موليد برج الجوزاء لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب وأيضا تأثيرات الكسوف اللي شوية بتعمل نوع من أنواع صحيح أنك فيه علاقة جيدة ما بينك وبين الأصدقاء ولكن ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو هيك يعني تأخذ على خاطرك من تصرف أو خدلان أحد الأصدقاء أو بيكون وعدك بشيء وبيخلف معك بالوعد هذا الشوي بربكك من ساعات ما بعد منتصف الليل ولغاية ساعات الصباح الضغط بيبدأ يزيد أكثر فأكثر لأنه القمر بيقترب أكثر فأكثر من بيت المتاعب في ساعات الصباح خلاص بيكون وصل فبصير فترة معني ما تبالغوا بمجهودكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضود ممكن تعانوا من بعض الركود أو مراوحة المكان أهم شيء أنه ما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم أفكاركم مشوشة والظروف مخيبة للأمال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين صحيح أنه هو بيت السمعة وشوي ممكن بدها شوي التركيز على مستوى العمل حاول أنك تتأكد من أعمالك من إنجازاتك من الواجبات المطلوبة منك عشان ما يصير فيها أخطاء انتبه من العصبية وردات الفعل السلبية من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي ممكن يصير من بسببها خلاف ما بينك وبين أحد المسؤولين أو تشوه سمعتك بتصرفاتك أما من ساعات الصباح بيبلش الضغط شوي يزيد عليكم على مستوى الاجتماعي ومستوى علاقاتكم ومعارفكم وأيضاً على المستوى النفسي من ساعات ما بعد الظهر ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معك يعني شوي الأجواء بتتحسن بشكل أفضل فترة مناسبة للانضمام لحفلة أو لقاء أو أكل أو حفل يعني أشياء من هذا القبيل مع بعض الأصدقاء برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعاً بتنشطه في أمور إلها علاقة بالاتصالات والسفر والنشاط والحيوية اليوم إلا إنه ممكن يزعجك أحد الأشخاص أجنبي أو خارج البلاد أجنبي بمعنى غريب عنك يعني مش من نفس بلدك أو من بلد آخر بتصرفاته بكلماته بتدخلاته بفضوله بعمر بكون وعدك فيه بخلف معاك يعني هاي الأمور وهذا اليوم طبعاً غير مناسب لإنجاز الامتحانات أو جراء المقابلات خصوصاً من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي عنده امتحان طراري أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائياً اللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته وأوراقه بده يروح على المطار يبلب وقت على أساس ما تروح عليه الطيارة أو يصير شيء يأجل أو يأخر عليه في ساعات الصباح طبعاً هنا الأجواء تضغط على مستوى الاتصالات وعلى مستوى الأمور اللي إلهي علاقة بالسمعة فعشان هيك بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين إذا ركزتوا بشكل جيد أهم شيء ما تتغيبوا عن عملكم ما تتأخروا عن دوامكم إنجزوا أعمالكم بالكامل بدون عصبية بدون ردات فعل بدون تحديات بدون أي شيء ممكن أنه يعمل أي مشاكل ما بينك وبين المسؤولين برضو اليوم حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تعمل أي شيء يشوه السمعتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع ولكن اليوم زي ما فيه فرصة لمكسب مالي فيه فرصة لخسارة مالية يا فقدان أموال يا مطالبات مالية يا ضغط مالي يا قلق من وضع مالي معين فعشان هيك يحاول تنتبه وانتبه من المحتالين وما تعتمد على أي شخص بوعدك بشيء لحل أمر مالي أنه أعتقد أنه رح يكون صعب الوفاء بهذا الموضوع وإذا وفى فيه يعني بكون فيه نوع من أنواع الرياء اللي مش محبب بالنسبة لعلك أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت التاسع تنجح فيه أمور الاتصالات والعلاقات مع أشخاص أجانب أو أشخاص خارج البلاد بتزداد رغبتكم بالاتصالات والبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات شوي طبعا وخصوصا من ساعات الظهر وما بعد لأنه فيه ساعات الصباح بصير فيه تقلب عندك بالمزاج شوي هيك بتكون قلق أو متوتر ولكن مع ساعات المساء الأجواء بتصير أفضل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن بتكون تقدروا من الخلاف والنقاش والحوار الحاد ما بينكم بين شركاء العاطفي اللي هم الأزواج أو الأحبة أو ما بين شركائكم بالعمل بتكون تنتبهوا من أي سوء تفاهم من ردات الفعل مخالفة خالفك بالرأي استفزك أهملك أهملك هاي الأمور كلها بعدوها والشك والغير هاي إلغوها تماما وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم أما من ساعات الصباح فالقمر رح ينتقل للبيت الثامن هنا شوي بصير التركيز على الوضع المالي اللي هي تعويضات المالية المكاسب الدعم الأشياء اللي من هذا القبيل ولكن بتكون تنتبهوا من المصاريف لزيادة انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية أو العائلية لشوية تكون زيادة أو مربكة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدأ الضغط بشكل أكبر على موليد برج العقرب لأنه كل الأمور يعني بتصير مقابلهم تماما الآن الأمر الصحة والعمل رح يظل مقلق ومربك ومتعب متراكم بيحتاج لوقت طويل لإنجازهم من الآن ولغاية ساعات الصباح احذر من الخلافات وسوء التفاهم اللي يتعلق بالعمل وانتبهوا لصحتكم هذا الأمر الأول من ساعات الصباح وما بعد القمر بصير مقابلكم تماما فمن ساعات الصباح بدكوا تحذروا من أي خلاف ما بينكوا بين شركائكم مهما كان بسيط حاولوا قدر الإمكان تنمشوا هذا اليوم على خير بدون أي مشاحنات أو سوء تفاهم أو عنادة أو تحديات ضبط الأعصاب مطلوب وأيضاً حاولوا قدر الإمكان أنكوا تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات لأن طاقتكم بتكون ضعيفة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً هنا شوي نفسية اليوم أو من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح بصير في بعض التقلبات بالمزاج إما تتذكر أحبة قدامة أو تتذكر أشخاص انتهت العلاقة ما بينك وبينهم أو مشاكل عاطفية موجودة برضو المزاج والخيال والسرحان والتوتر والقلق والشك هذا رح يزيد فبدك تضبط أعصابك قدر الإمكان ودير بالك من ردات الفعل وخصوصاً أثناء التعامل مع الأبناء أو مع الأحبة أما من ساعات الصباح فهنا الأمر بصير تركيزه كله على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بدك تحذر من أي خلافات أو سوء تفاهم ما بينك وبين زملائك بالعمل وأي شيء إلو علاقة بالصحة أي شعور غير اعتيادي أو شيء يعني بتحس فيه راجع طبيبك ما تستنى يعني يعني بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد تنتبه لعواطفك بشكل جيد وتنتبه لعملك أيضاً بشكل جيد برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعاً بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والأمور العائلية هي أكثر شيء بيشغلكم من الآن ولغاية ساعات الصباح فعشان هيك احذروا من الخلافات والنقاشات والحوارات وحدية الطباع داخل المنزل ممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعطال أو الاهتمامات العائلية ممكن مناسبة وممكن من غير مناسبة أما من ساعات الصباح فهنا بصير الحدية أكثر على الأحبة والمقربين منك فبصير فيه توتر بالجو سهل جداً استفزازك وعصبيتك شك أو غيري أو توتر اكتئاب مطالبات تطلبات مهام مسؤوليات كلها هاي ممكن تترك خلال هذا اليوم طبعاً الضغط هذا رح يستمر لغاية ساعات الظهر تقريباً من ساعات العصر بيطمئن بالك نسبياً لأنه الأجواء بتبلش ترتاح أكثر بترغبوا في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقات معهم ممكن شوي هيك يصير بعض الأمور المطمئنة اللي لا إلك أو يعني تتراجع عن أشياء أو قرارات اتخذتها في الفترة الماضية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً هنا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات ولكن بدكوا تنتبهوا منهم كلهم ما ذو لغاية ساعات الصباح احذر أثناء تنقلاتك أثناء قيادتك للسيارة أثناء حواراتك نقاشاتك حركتك كلها هي بدك تنتبه منها ليش؟ لأنه ممكن تندفع وتتهور فبدك تكون حذر والكلام ممكن تعصب الانتقادات والكلام اللاذع هذا كله بدك تنتبه منه وأيضاً أثناء تعاملك مع أحد الإخوي أو أحد الجيران أما من ساعات الصباح فهنا التركيز رح يصير عن مسؤولياتك اللي إلها علاقة بالبيت ممكن تظهر بعض الأعطال مسؤوليات الاهتمامات أشياء مربكة اهتمام بصحة أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة مصاريف زيادة يعني هاي كلها ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباق خلال هذا اليوم فهدول الأمرين بدك تنتبه منهم بشكل كبير خلال هاي الساعة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب عادةً بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن للأسف الشديد أنه رح تكثر المصاريف عندك بشكل كبير خلال هاي الساعات اللي هم من الآن ولغاية ساعات الصباح فانتبه على أموالك من المصاريف لزيادة من السرقة من الضياع من المحتالين حاول قدر الإمكان تكون حذر في هاي النقطة ممكن يصير مطالبات مالية وممكن أشخاص وعدوك بشيء ما يوفو فيه أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيئة الثالث بيت الثالث يعني من ساعات الصباح بيصير فيه عندك نشاط ولكن بدك تحذر أثناء قيادتك للسيارة بدك تحذر أثناء حركتك وأثناء حواراتك لأنه بتكون عصبي فممكن الطرف الآخر يفهمك بشكل سلبي وهذا الشيء بسبب نفور خصوصا مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم بدك تكون هادئ وحاول قدر الإمكان تبعد عن أي مشاحنات لغاية ساعات العصر لا حديت ما تهدى الأمور وتتزن وتعرف أنت إيش بدك بالضبط وتعرف تعبر عن رأيك بحرية هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر